الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد اليوم معنا موقف صغير ولكن تذكرت معه درس تربوي قد يفوت على كثير من الوالدين المربين أو المعلمين أو الوعاظ أو المصلحين الذين يتدخلون في حل مشكلات أسرية الرسول صلى الله عليه وسلم سنة لنا سنة شريفة في التربية بالموقف روى الإمام أحمد والترمزي بسند صحيح إلى المستورد بن شداد رضي الله عنه قال كنت في الركب الذين وقفوا على السخلة الميتة السخلة صغير الماعس كانت ميسخلة ميتة في الطريق وجدها النبي صلى الله عليه وسلم وحاوله بعض أصحابه بعض الصحب الشريف رضي الله عنهم وأرضاهم فوقف يعلمهم ويربيهم بالموقف ويبدي لنا هذه السنة والطريقة الشريفة في التربية وفي التعليم قال لهم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها فقالوا يا رسول الله ما ألقوها من هوانها ألقوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها سخلة ميتة يعني لا لحم ولا جلد يعني ولا أهاب يأخذ منها ولا شيء فبماذا يستفدون منها إلا أن يلقوها فألقوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون على الله الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها اليوم أنت بلبس الكمامة فمجرد ما وضعت واحدة على أذن والثانية انقطع طرف الأستك الماسك له فقطعت الثاني من أسفل وجمعت الطرفين بربطها كذا ولبست الكمامة ومجرد نبس الكمامة ما كانت موجودة على الأذن فوق الأذن إنما جاءت على الأذن وجمعت ما تفرق من أذنها بعيدا عن وجه مجرد ما حدث هذا الموقف وأذنها اجتمعت كذا كما لو كانت أمنية أريد أن أحققها تذكرت موقف في الصغر كان فيه مدرس وأنا في الصف الأول الابتدائي في أول أيام الدراسة هذا المدرس تعمت أنه يتخذ مواقف ويضغط علي بها لسبب أو لآخر لا ندخل في النواية قد يكون في ذلك الوقت يمزح ولكن لا يقدر أنه يمزح على شيء ربما يمثل حرج لي كان يرى أن أذني عريضة أو متبعدة عن رأسي كان يقول لي دائما اذهب إلى النجار يضع لك مصمر هنا ومصمر هنا فيجتمع لك أذنيك إلى رأسك هذا الموقف برغم أنه كان يشعرني بخجل شديد وأن المدرس بيستحقرني ولا يمزح معي فلم أملك من الشجاعة ما يجعلني أقول له هذا الكلام يعني يحزنني فلا تكرره أو لا تقوله ولم أملك من الشجاعة أن أذهب إلى نظر المدرسة أو أن أخبر أحد أقربائي وكل المدرسة سواء كان يعني طاقم تعليمي أو تلاميذ كلنا نعرف بعضنا بعضا لا يخفى تلميذ على مدرس ولا يخفى مدرس على تلميذ لأننا من بلد وحدة من قرية وحدة يعني أنا لو قلت لأخي وكان ذلك الوقت يعمل في المدرسة لو قلت لأخي أن المدرس ده بيسخر منه وبيقول له كذا قد لا يرجع المدرس إلى بيته سليما وده حقيقة لكن الأمر ترك في نفسي وجع ووجع شديد وألم نفسي لو استمر المدرس في المدرسة ولم ينقل يعني هو من ستر الله علي أنه نقل وإلا كنت تهربت من التعليم وتسربت منه ولو سئلت لماذا تكره المدرسة لم أكن لأجيب الإجابة الحقيقية حتى لا يلحظ أحد أننا خجلان من منظر الأذنين وهم نزلين هكذا هذا الأمر يعني يطلعك على كيفية تعامل الأطفال مع مشكلاتهم الطفل قد يعني يريبه شيء يضيقه شيء ثم إذا أرد أن يعبر أحرج منه لا يريد أن يكرر العيب فيذكر سببا آخر قد يريد أن يسأل عن شيء ينغص عليه حياته فيطرح سؤال غير السبب الذي يريد معرفته قد ينفصل الوالد الوالدين بعضهم عن بعض بالطلاق فيريد أن يسأل أمه أو يسأل أباه عن سبب الطلاق لكن في الحقيقة هو لا يريد سبب الطلاق قد تستغرق الأم أو الأب بحصافة في شرح أسباب تحفظ على تزيل الشبهة وتحفظ على القدوة الأب يريد أن يبقي سورة الأم في ذهن ابنه والأم تريد أن تبقي هيبة الأب في ذهن ابنها مع وجود الخلاف ويكون هذا أمر جيد في بابه خاصة من الناس الذين عندهم فهم وحسن تلقي وتعامل مع المشكلات طبعا أنا لا أتكلم على الناس الذين يسقطون كل العائلة في جهن الإبن من الطرف الآخر سواء أب أو أم لكن يكون هدف الإبن في السؤال ليس السؤال عن سبب الطلاق ولا هل الأب قدوة نحفظ عليها ولا الأم مدرسة نتلقى منها لا الإبن ممكن يكون بيسأل هذا السؤال وفي ذهنه هل أنا السبب في الإنفصال أو في الطلاق والإجابة تأتيه عن سؤاله وهي غير مقصودة إذن الأبناء لما يتعاملوا مع المشكلات أو الأطفال في الصغر لما يتعاملوا مع المشكلات التي تخصهم أو التي تحيط بهم لا يتعاملون معها أو لا يعبرون عنها بصورة تخدش حيائهم أو بصورة تشعرهم بأن تقع عليهم مسؤولية الخطأ فإذا اختلفت أنت مع أحدهم نحن خلاصة نسقطنا هذا الأمر عن الواقع وعرفنا أن الطفل ممكن يطرح سؤال أو يحفظ كلام أو يأخذ موقف غير المراد من أمامه يعني لا تكلم الطفل وتفترض فيه أنه عنده كم المعلومات اللي عندك أو يستقبل بالمدركات التي تستقبل بها أنت في سنك أو أنت كذلك أيها الأم المربية أو المعلمة الفاضلة لما يكون مثلاً لك موقف من عالم أو من إعلامي في التلفاز ولا تسرته ويكون مثلاً هذا الشيخ نفترض أنه شيخ ويكون له هادية ظاهر يعني سنة نبوية شريفة مثل اللحية وسمت طيب يعرف منه أن هذا رمز دين الأطفال الصغار في المنزل لا يعرفون مواقف معينة بناءًا عليها أنت أخذت هذا القرار أو أخذت هذا الموقف لا يعلمون خلافاً فقهياً وعلوماً وأدلة وأمور قد تدور في رأسك تهضمها ولا يهضمها عام الناس ولا المسقفين فضلاً عن الأطفال فإذا وجهت انتقاداً معين إلى عالم أو داعية في التلفاز ظهر وطفل موجود في هذه اللحظة أنت تهدم قيمة وجدانية موجودة في ذهن الطفل عن صورة وليس عن شخص لو أنت هدمت شخص الأمر سهل لعلك محق أو مخطئ الأمر يعني يتبدل بسهولة إنما لو هدمت صورة وجدانية يرى الطفل فيها أنها مثال ونموذج قدوة كما لو كنا نرى ونحن صغار أن الشيخ الملتحي المعمم هذا هو سمت النبي صلى الله عليه وسلم كنتما نجلس في الجمعة ننظر إلى الخطيب الذي يرانا يقول أنهم يسمعون باهتمام ويفهمون ما يقول لكن جل فكري وأنا أنظر إلى الخطيب وهو صاحب لحية أن هذه هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة من الولدين أو المعلمين أو المصلحين الذين يدخلون البيوت ويتكلمون في المشكلة الأسرية بمحضر من الأطفال لابد أن يكون بحضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأطفال ويتكلم معهم كما لو كان هو في سنهم صلى الله عليه وسلم لما رأى أخو لما رأى أخى أنس بن مالك رضي الله عنهما وكان اسمه وكان ناه عطال كونية قال له يا أبا عمير وهذه سنة شريفة تكنية الصغير من هذه الكلمة يا أبا عمير له متزوج ولا عنده عمير ولا غيره لكن سماه يا أبا عمير وسأله عن عصفور كان معه مات ما فعل النغير وصغر له النغر على نغير فقال يا أبا عمير ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير نزل بعقله وبمكانته السامية الشريفة العظيمة كختم للأنبياء ورسول الأمة كل الكوكب الأرضي وتكلم مع الصبي بطريقة يفهموا بعض الذين ينتقدون مرويات المحدثين قال مرة يعني ما بال المحدثون يروون أشياء لا قيمة لها وليست ذات بال قالوا له هات لنا مثال ما الذي رواه المحدثون وليس له قيمة فقال حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ده كلامبر الطبيل الفيدة من يا أبا عمير ما فعل النغير نظر أحد العلماء إلى هذا الحديث واستخرج منه ستين فائدة فقهية كما ذكر الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني منها مثلا أن تكنية الصغر سنة جواز امساك العصفور للعب أو للزينة ما لم يتأذى ملاطفة الصغار والكلام معه مثل هذه الأشياء كثيرة ستين فائدة فقهية ليس لها دليل إلا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير وهذا من بركة طلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وحسن تعمله معهم المراد من هذا الموقف الذي ذكرتني به الكمامة وقطع الماسك فيها أو الأستك الماسك فيها هو المدرس الذي لم يعبأ بمزاحه وكنسة يؤدي إلى يعني موقف قد لا يحمد عقباه في أن التلميذ يكره الدراسة بدلا من أن يفرح بها في حين أنه قد يكون قصده المزاح فكذلك التعامل مع الأطفال ينبغي إذا سألوا أن تنتبه لا لدلالات ألفاظ سؤالهم وإنما لما وراء هذا السؤال مما لا يستطيعوا أن ينطقوا به خاصة إذا كان هناك نوع من المشكلة توجد حرج أو كان هناك نوع من التفاوت في المدارك والتواصل بين المعلم أو المربي كوالد أو كأم أو الواعظ الناصح الذي يتدخل لحل مشكلة ينتبه لأولادكم لا تسمعوهم ما لا يفهمون حتى لا يقعوا في خطأ أنتم لا تقصدونه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت أبنائنا نباتا حسنة وأن يستعملنا جميعا في مرضاته وأن يستخدمنا في محابه وأن يصرفنا وإياكم بحسن اختياره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته